أقام مركز عبد الرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم المنضوي تحت مظلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أقام حفل تكريم مسابقة عبد الواحد أجور الثامنة لحفظ كتاب الله تعالى ل2017 بمشاركة أكثر من 120 طالبا من مختلف الفئة العمرية بحضور عدد من الوجهة وأصحاب الفضيلة من داخل مملكة البحرين وخارجها الزميل صالح يوسف والتفاصيل لا زالت مملكة البحرين تسطر اسمها في مجال القرآن الكريم وتأسيا بهذا النهج يواصل مركز عبد الرحمن أجور في إقامته للمسابقة القرآنية وبشكل سنوي وذلك من أجل تنشئة جيل فريد يسير على هديه القويم حيث يشارك في هذه المسابقة أكثر من 120 تلميذا من مختلف الأعمار هذه المسابقة انطلقت قبل ثمان سنوات وهذه في الدورة الثامنة ولله الحمد والمنم حيث بدأت المسابقة لمركز عبد الرحمن أجور والمراكز التابعة لها فقط ثم تطورت المسابقة إلى أن صارت استهدفت جميع أبناء مدينة حمد وجميع المراكز في مدينة حمد ثلاثة مستويات لدينا في المسابقة جزاء عمة وجزاء تبارك وثلاثة جزاء الأحقاف والذريات وقد سمع ولله الحمد والمنم شارك أكثر من 120 طالب هذا العام من حفظة كتاب الله في مدينة حمد في هذا المسابقة وسط تنافس شريف تميز بعض الطلبة على نظرائهم فاستحقوا بحق نيل شرف الفوز بهذه المسابقة فضلا عن الأجر والمثوبة من رب العالمين فز في الفرع الثالث اللي هو ثثة جزاء في فرع الأحقاف والذريات وقد سمع والحمد لله أن فزنا المركز الثاني والأسباب مشاركتي أني أبي راجل القرآن والأجر أهم شيء الأجر والأجر في الآخر إن شاء الله وهي مسابقة تحفيزية عشان الإنسان يراجع اللي يحفظه من قبل شاركت عشان أحفظ القرآن عشان أحصل الأجر وعشان يوم القيامة ألبس أبيه ومساج الوقر تميز عرفته هذه المسابقة في نسختها الثامنة فقد شهدت مشاركة من قبل أولياء الأمور وتكريم المعلمين الذين أفنوا أوقاتهم في نقل مناهي لهذا الكتاب لغيرهم من الفتية والشباب هنا تلألأ الذكر الحكيم فاستنشق شذاه فتية حفظه قال فيهم المولى تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَةِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر